بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد مرحبا بك عزيز الطالب في المحاضرة الأولى من الوحدة السابعة في مقرر أصول الفقه وموضوعها الحكم الوضعي وأقسامه نبدأ أولا بتعريف الحكم الوضعي وتقسيمه فنقول قد عرفت فيما سبق أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين حكم وضعي وحكم تكليفي وسبق الحديث عن الحكم التكليفي وما يتعلق به من أقسام وبقي علينا أن نعرف الحكم الوضعي ونبين أقسامه فنقول كما يرد الحكم أي الحكم الشرعي بالاقتضاء أو التخيير يرد كذلك بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا فنصب الأسباب والشروط والموانع للأحكام حكم من الشارع لذا يعرف الحكم الوضعي بأنه خطاب الله تعالى المقتضي وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أما عن تقسيم الحكم الوضعي فيظهر لنا من خلال هذا التعريف أن الحكم الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد وسيأتي بعد ذلك أن بعض العلماء يزيد أقساما أخرى للحكم الوضعي وبعض العلماء يقتصر على هذه الأقسام الخمسة نبدأ أولا بالحديث عن القسم الأول من أقسام الحكم الوضعي وهو السببية فنقول السببية هي خطاب الله تعالى الذي جعل الشيء سببا لشيء آخر مثالها جعل السرقة سببا في وجوب قطع اليد في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فهذا خطاب من الله تعالى جعل السرقة سببا لقطع اليد وأما المراد من السببية فقد وقع الخلاف في ذلك على ثلاثة أقوال القول الأول مذهب أكثر أهل العلم أن المراد من السببية الإعلام بمعنى أن السبب علامة مجردة وأمارة محضة نصبها الله تعالى معرفة للحكم وليس لها تأثير في الحكم أصلا وهذا هو القول الصحيح والمذهب النجيح ذهب المعتزلة إلى أن المراد من السببية التأثير بمعنى أن السبب مؤثر بذاته في الحكم وموجب له وهذا مذهب باطل وقول فاسد لأنه مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين وهذا أصل فاسد مردود من أهل العلم ذهب الغزال إلى أن السببية مؤثرة بجعل الله تعالى بمعنى أن الله تعالى جعل الزنا مؤثرا في إيجاب الحد والصحيح من هذه الأقوال كما تقدم ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد من السببية الإعلام فالأسباب علامات محضة وأمارات مجردة وصلنا الآن إلى القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي وهو الشرطية والشرطية هي خطاب الله تعالى الذي جعل الشيء شرطا لشيء آخر مثالها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فهذا القول الكريم والتنزيل الحكيم جعل الاستطاعة شرطا لوجوب الحج ومثل ذلك أيضا قوله تعالى وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم فإن هذه الآية دالة على أن بلوغ الإنسان الحلم رشيدا شرط في زوال الولاية عنه ومن أمثلة الشرطية أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بشاهدين فقد اقتضى هذا الحديث أن حضور الشاهدين شرط لصحة الزواج القسم الثالث المانعية وهي خطاب الله تعالى الذي جعل الشيء مانعا ومثال المانعية قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل ميراث فهذا الحديث جعل القتل مانعا من موانع الإرث بمعنى أن الوارث لو قتل مورثه فإنه لا يرث منه مع وجود سبب الميراث والسبب في ذلك أنه قاتل والقتل مانع من موانع الإرث وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل فإنه يدل على أن النوم والصغر والمعتوه والمعتوه موانع تمنع من التكليف ومن صحة التصرف القسم الرابع من أقسام الحكم الوضعي الصحة والصحة هي خطاب الله تعالى المتعلق بكون الشيء صحيحا إذا فعل على النحو المأمور به شرعا سواء أكان عبادة أم معاملة مثال الصحة اعتبار الصلاة صحيحة إذا أقيمت مستوفية لأركانها وشروطها واعتبار البيع صحيحا إذا جرى بين المتعاقدين مستكملا أركانه وشروطه وتطلق الصحة ويراد منها ترتب آثار العمل عليه في الدنيا كما نقول في العبادات إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة ومبرئة للذمة ومسقطة للقضاء وكما نقول في المعاملات إنها صحيحة بمعنى أنها محصلة شرعا للأملاك ولجواز الانتفاع كما تطلق الصحة ويراد منها ترتب آثار العمل عليه في الآخرة كترتب الثواب عليه فيها القسم الخامس البطلان أو الفساد والمراد بالبطلان أو الفساد خطاب الله تعالى المتعلق بكون الشيء باطلا أو فاسدا إذا تم على صورة غير مشروعة مثال هذا القسم اعتبار الصلاة باطلة أو فاسدة إذا أتى بها الشخص غير مستوفية لجميع أركانها وشروطها واعتبار البيع باطلا أو فاسدا إذا جرى بصورة اختل فيها ركن من الأركان أو شرط من الشروط ويطلق البطلان أيضا ويراد منه عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا كما نقول في العبادات إذا أديت على وجه غير صحيح إنها غير مجزئة ولا مبرئة للذمة ولا مسقطة للقضاء فهي باطلة بهذا المعنى كما يطلق البطلان ويراد منه عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة وهو الثواب وصلنا الآن إلى متعلقات الحكم الوضعي ومتعلقات الحكم الوضعي خمسة هي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد فنقول كمن قسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام هي السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد والسبب في ذلك أن ما تعلقت به السببية يسمى سببا وما تعلقت به الشرطية يسمى شرطا وما تعلقت به المانعية يسمى مانعا وما تعلقت به الصحة يسمى صحيحا وما تعلق به الفساد يسمى فاسدا وينبغي هنا أن ننبه إلى أن بعض العلماء يجعل العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي أيضا فتكون الأقسام عندهم سبعة وبعض العلماء يرى أن العزيمة والرخصة من الأحكام التكليفية فتكون الأقسام عندهم خمسة وهذا خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر ولا تظهر له ثمرة وإنما هو مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه